السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا هو مستر محمد طلحة نتعلم انجليش مع مستر طلحة حبيبي النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن stop plus verb ing and stop to plus infinite الفارق من stop لما يجي وراها verb plus ing وstop لما يجي وراها فعل في المصدر اللي المعنى هنا هيختلف جدا لان stop والفعل في ing معناها يتوقف عن اما stop to المصدر معناها يتوقف لكي يعني لما اقول لك when my father came was stopped eating يعني لما بابا جي احنا توقفنا عن الاكل يبقى اذا هنا stopped eating معناها توقفنا عن فعل الشي لكن لما اقول لك on our way to alix يعني في طريقنا الاسكندرية we stopped to have lunch يعني احنا توقفنا لكي نتناول الغداء طبعا هنا stop to معناها توقفنا لكي نفعل الشي يبقى اذا stop الفعل في ing دي معناها يتوقف عن فعل الشي اما stop to زائد المصدر دي معناها يتوقف لكي يفعل الشي thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bill so that you can watch all our episodes goodbye السلام عليكم